ولكن في هذا المبدأ في هذا الاعتقاد الواضح أن الكون من عند الله وأن الوحية من عند الله كلاهما من عند الله فهناك تطبق تام ما بين المعرفة اليقينية التي نتوصل بها من خلال الكون والتأمل فيه والمعرفة اليقينية التي نتوصل بها من خلال الوحي وما يترتب عليه يقول ربنا سبحانه وتعالى في صورة ياسين والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وتختلف الأسقف المعرفية في الفاه وفي إدراك الواقع هذا الكون نعم كتاب الليها المسطور المنظور البادوي البادوي ما يعرفش العلوم دي كلها ولا دخل المدرسة وخد ساينس وماث ومش ماث والحاجات دي كلها ما يعرفش بيبص بيسمع والشمس تجري لمستقر لها بيبص كده الصبح لا الشمس بتتحرك سبحان الله في الحركة الظاهرية في السماء من جهة الشروق إلى جهة الغروب فقال صدق الله هو فاكر إيه إن الشمس هي اللي بتتحرك صدق الله أيوة هو صدق الله وعلى فكرة الشمس في وشه كده في عينيه بتتحرك بتتحرك بنشوفها وإيه قعدة تتحرك من مكان اللي مكانوا عليها مواقية الصدق كل ما تتحرك كل ما هنا أزن الظهر هنا أزن العصر هنا الفجر طلع هنا الغروب راح ده آخر واحد قال يا جماعة لا ده أنا في وكالة ناسا والحكاية دي مش يعني مش مصبوطة هو الشمس اللي بتجري ولا حاجة ده الشمس سابتة في مكانها وإحنا اللي بنلف حوالين روحنا كده كل 24 ساعة مر وشايفين الحاجات دي بالأقمار الصناعية وتعالى ورهلكم عليه على المينتور عندنا في ناسا فقالنا له طيب يمكن القرآن يقصد الحركة الظاهرية قال لا ما انتوش ياخدين بالكم ده الشمس بتتحرك فعلا وبتجري فعلا قلنا له بتجري ازاي قال بتجري نحو نجمة في المجرة اسمه فيجا وفيجا ده بعيد خاص قلنا له يعني انت مؤمن ان الشمس تجري لا بس مش بتجري بالصورة اللي موجودة في زهن البادوي سقف معرفي معين ده بتجري فعلا بس بوضع تاني اكتشفناه وعرفناه سبحان الله يعني الدنيا بتتطور والمعلومات بتزيد والنص يتحمل الاتنين يتحمل الحركة الظاهرية اللي يفهمها البادوي على كيف وعلى قده ويجتمل الحدوتة بتاع الراجل الخبير ناسا ده اللي هو عرف حكاية فيجا وسرعة الشمس وانها رايحة وعملة ومسوية وكذا وكلما ارتفع الصقف المعرفي النص اللي معايا مش رادي يخرج عن صحته ده كده صحيح برضو بس ده من ناحية وده من ناحية ده من الظاهر وده من الحقيقة الواقعية الى آخرين فضلنا نبحث في هذا البحث وراحوا بعض الناس وقابة تبحث ومن شدة انبهارها سمت ده الإعجاز العلمي للقرآن فهذه صورة متكاملة لقضية العلم والدين